موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقدم طرطة برتقال هذا الشكل سوف يأتي بسم الله وبركاته لدينا مرحلة لولد العجينة ثانية الكريمة ثالثة الكريمة بعد ما خرجوها من الفن نحتاج المقادر 125 غرام الزبدة بيضة واحدة 125 غرام السكر غلاسي 20 قطفاني دقيقة لحسب الخليط لحسب العجينة سوف نحتاج بودرة اللوز 100 غرام 100 غرام السكر 100 غرام 100 غرام القشور برطوقة المعسلين سوف نطحنهم ثلاثة البيضات هذه المقادر 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 العجينة سوف نضيف السكر مع الزبدة سوف نخدمهم بالشكل هذا سوف نحتاجه بعد ما خرجوهم من الفرن سوف نضيف الكريمة برطوقة سوف نحتاجه لجوج بيضة سكر ساندة قصد العصر قشرة برطوقة المحكوكة معلقة الميزينة معلقة الزبدة ثلاثة سوف نضيف برطوقة المحكوكة بعد ما دخلنا الزبدة والسكر سوف نضيف بيضة عدد العجينة لا تتعجن سوف نجمعها قدي نخلطهم زيان حسين يدبون مع بعضهم قدرنا كنا معلقة دي الفاني الشيشة دي الملح دبعا نضيفه بالضاقيق بشوية بشوية وحنا كنا لحصة بالخالد نحاول نجمعها بالاصابع اياها دي بعد مجمعناها قدي ندروها في السلوف هنا قدي نخلوها ترتاح وغادي نمشون بجدودة بالكريمة اللي غادي نحشو بها هذيك العجينة غادي نحتاجو الزبدة اللي درنا في الإناء غادي نزيدو علي هذيك بودرة دي اللوز اللي عنا غادي نحاولو نطربوها بالشكل غادي نضيفو ثلاثة البيضات غادي نعملو حر الشيشة دي الملح غادي نعملو ده بادك البرتقال اللي عنا معسل باد شكل هادا دي كونك يتبع عكك تحنها شي شوية بش ميجيش غلد تحنها بدك الشكل هادا هو هادا دفنها تاوه في الإناء دبا غادي نزيدو دك السقر غادي نزيدو دك السقر غادي نزيدو نكهة دي البرتقال هنديرو معلقة صغيرة دي نكهة دي البرتقال وغادي نضربو الخاليط مع بعضو غادي نخدموهم زيان تخدم نابات الشكل هادا غادي نجيبو حسيني اللي غادي ندخل في الفرن ونديرو فيها كغاديها للطبخ ونجيبو واحد المل مربع ولا دائري على حسب كل واحد كيبغى ولا هاد الشكل هادا وغادي نتلقو العجينة اللي صغبنا ونخللناها ترتاح غادي نتلقوها ثم في ديك السيني اللي غادي ندخلو الفرن ثم غادي نقدو المل دينا الحشوة اللي صغبنا هي هادا خليناها محطو تحت سنصغبو العجين نحاولو نتلقوها هنديرو لها شوية ديال الدقيق وش ما تلصقناش لانا هي كجيرة طبقة تجي ليينة غادي نجيبو ديك المل اللي عنا وغادي نديرو على ديك العجينة باش نقطعوه بجينا العجينة مربعة بعد شكل هادا نحايدو ديك الجواني بلي عنا لان نغا نديرو هون في الوسط ديال المل بعد ما حايدنا هون كنحاولو نتبته على المل باش شكل هادا غادي نتلقو الجواني بتاومة بالعجينة كاملين عادي نتبته عليه عادي ما قطيناه كامل هو هادا الشكل ديالو زبتنا العجينة في الجوانيب حتى هما هاكي جات ديبا غادي نجيبو الخالي اللي خدمنا باش غادي نعملو فيه وغادي نكونو عملنا الفرن كي سخن لدرجة الحرارة 170 وغادي نخليو 15 يلتقي تبقى يقصنا هنديرو اسبعين عليها نقواش تزرسها عادي نخرجوها باش غادي نديرولها الكريمة الاخيرة في الاخر نحاولو ندورو عليه كامل قدوها نقضلو للمجاهة يلا كنسبكو هاد الشكل هادا سفي دبعا ندخلوها الفرن حسا الطيب ونخرجو نكملو على الكريمة اللي غادي نوجدو بعد ما طابت هادا هو الشكل ديالها عادي مشودة بنصابو الكريمة ديال البرتوقل غادي نحتاجو كاس ديال البرتوقل الكبير غادي نحتاجو رجو بيضات 100 غرم ديال سكر سانيدة قشرة ديال البرتوقل محكوكة وعنا معلقة ديال ميزينة في الاخر غادي نضيفو معلقة ديال الزبدة قدرنا داك معلقة ميزينة وغادي نمشو نعملوها فق النار دابا غادي نحاول نطربو نحطوها فق النار ايا فق النار وحنا كنخدموها غادي نضيفو دابا معلقة ديال الزبدة سفي غادي نخلي واسا تقصح شي شوية شد راس حسكو باقي سخورنا غادي مشو نحطوها على الطرط ديالنا سفي بعد ما وجدت اخوينها هاككو يسخو نقصتكن غادي نحاولو نقطوها بعد شكل هادا بعد ما حدنا لها المل غادي نجيبو السلوفنا نديروها على وجهها غادي ندخلوها تلاجة ترسح شي شوية هاد الشكل نخرجوها نزينوها هادي هي الطرط ديالنا اللي وجدنا ديال البرتوقل الشكل ديالها زيننا هاد زين خفيفة تشكي بقد زين اختياري على حسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة